السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مؤخرا جزيلا ورحب كل من التحق بنا مؤخرا بالقناة نقول له أهلا وسهلا بك انضم لينا مش رح تندم ما تنسوش برك تفعيل الجرس اللي يشترك باش ما تتراضيوش حتى فيديو جديدة يلا نبدو على بركة الله موضوع اليوم هو موضوع مهم جد جد مهم للجالية الجزائرية الموجودة بالخارج في العالم كامل ما هي لا فرنسا لا بلجيكا لا اسبانيا لا ولو الجالية الجزائرية كلها الموجودة بالخارج موضوع يخص جواز السفر للباسبورت رحينا هدرو عليه كيفاش تقدر تستخرج الباسبورت تاعك في أقل من ساعة يعني في 40 دقيقة ولا 45 دقيقة تقدر تستخرج الباسبورت تاعك وبكل سهولة ما تقولوا ليش حرية مكاش منها ولا ما تقولوا ليش حرية لنا في الجزائر وتعرفوا إدارات الجزائر وتعرفوا كذا وتعرفوا روح وارواح وتعرفوا يجيبنا الورقة الفولانية والورقة الفولانية حقيقة صحيحة هذ الباسبورت تاعكم تقدروا تخرجوه في أقل من ساعة يعني كي تكثر وتكثر 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 ساعة تخرج الباسبورت تاعك راح ينشرح لكم بالتدقيق وبرتجيوا هذه المعلومة إخواني لأخواتي لماكسيموم باش يعني استفادوا الجارية تاعنا كامل وباش يسمعوا بهذا الموضوع الناس كامل بس كي ينس بزاف اللي ما يعرفوش هذا الشي وما يعرفوش هذه المعلومات وما يعرفوش هذه القوانين يعني هذا قانون جزائري تخرج الباسبورت تاعك في أقل من ساعة رحوا نبدأو مثلا أنا ولا أنت أختي ولا أخي تقدر تدخل بالباسبورت تاعك 100 يعني ولا قريب يموت مثلا تدخل بي ويبقى ليومين والثلاثة ويموت هذه هي الطريقة اللي رايحة نهدر لكم عليها تدخل النغمال بالباسبورت تاعك أختي ولا أختي ولا أخي تدخل نغمال وفي الباسبورت تاعك باللي قريب يموت ولا رحمية تم يعطيوا لك واثيقة باش تروح تخرج الباسبورت تاعك في أقل من ستين دقيقة يعني أقل من ساعة هذيك الورقة أختي ولا أخي ولا لكم ولا لولادكم هذيك الوثيقة اللي تقدروا تخرجوا بيها الباسبورت الاستعجالي يسموه باسبورت ديرجانس يعني لازم تخرجوا في ستين دقيقة باش تقدر ترجع به وين راك ساكن هذيك الورقة اللي يعطيوها لكم في الاباث تدوها ما تدوها لا لا ميري لا للدائرة تدوها ديركتومن للوزارة الخارجية اللي في الجزائر تدوها معاكم الكارت كونسيلار إذا كانت حاضرة وتدوها معاكم البيي تعطيو لهم الديبوزي والدوسي ما دام راي عندكم الوثيقة اللي اعطاوها لكم الاباث يعني راكم ما نقولو حالة مستعجلة باسبورت ديرجانس تعطيو لهم الباسبورت وتعطيو لهم الميلف كامل وتستنو في الاسال داتانت بعد خمسة وربعين دقيقة ولا ربعين دقيقة ساديبو على شارج كي تقعد عندهم لا شارج وعندهم لا شارج تقعد نقولو الساعة يعني كي تطول وتطول تقعد ساعة تقدر تضيق هوا ولا وتقعد تريح حتى يعايتو لك قلت لكم بعد ربعين دقيقة ولا خمسة وربعين دقيقة يعايتو لك وتهزي الباسبورت تاك هذا الباسبورت اخواني اخواتي مشي صالح العشرة سنين كي ما لي باسبورت بيومي تخيك تاعنا اللي نخدموه في الكونسيلار ولا نخدموه في الدائرة هذا الباسبورت مدة صلاحيته سنة يعني المدة بتاع صالحية تاعو صالح الا 12 نشهر المهم خدمة الباسبورت تاك ترجع بيه لدارك الخدمتك وكل شيء وانبعدك يترجع ويبقا ولك في 6 شهر كل ساعة تروح للكونسيلار وينراك تسكن وتخدم الباسبورت تاك في عقلك كايني بزاف الناس اللي ينساه ومثلا يكون العام كامل وهو خدم ويروح يريزار بيه بلا ما يخزر لدات ديكسبيغاسيون تاع الباسبورت تاعو 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 تاع زوجة تاعو ولا ولاده ولا ممكن جدا فيه واحد من هذلي باسبورت رهمية مثلا رهمية في 80 شريط ليبيي وكل شيء ما تقدرش تخدمه في الكونسيلار أقل من على الأقل شهرين في الكونسيلار ولا مي تقدر تدخل به البلاد كيما كنت نحكي لكم في بداية الفيديو تروحوا الوزارة الخارجية وتخرجوا في أقل من 45 دقيقة هذه معلومة صحيحة ومعلومة رسمية وخبر رسمي وقانون يعني قانون رسمي صادر في الجريدة الرسمية الجزائرية تروحوا وتقدروا وتروحوا وتشوفوا فلا هذه هي المعلومة برتجوها المكسيموم المكسيموم باش الجريدة الجزائرية تاعنا تستفيد بس كوكين بزف اللي طاحوا في هذا المشكل وما عرفوا شوش يديروا وجاتني أسئلة كثيرة كثيرة على هذا الموضوع كيفاش نعود الباسبورت تاعي أسكن نقدر ندخل به ميت ما نقدرش ندخل به أكيد أخي والأختي تقدر تدخل به ميت نورمال وتروح الوزارة الخارجية وتعود تخرج الباسبورت تاعك فلا هذه هي المعلومة معلومة قيمة معلومة يعني مهمة جداً لكم وللجالية تاعنا اللي بالخارج أي دولة نحكي يعني مش غير على فرنسا أي فرد من أفراد الجالية الجزائرية تاعنا يقدر يخدم بهذا الطريقة يقدر يعود الباسبورت تاعه بهذا الطريقة تقدروا تدخل مثالين الميلف تاعي إذا كان ما حضرتش لكارت كونسيلا سيبا قغاب تدي لكارت الباسبورت تاعك وتدي تامبر انسيت نقول لكم عليه إخواني أخواتي التامبر تاع سي ساندينا يخي يخدموه ثمه بسي ساندينا وتعود الباسبورت تاعك وعندكم الفوتو وعندكم الباسبورت تاعكم والورقة اللي يعطيوها لكم شرطة الحدود يعني لا باف نتمنى إن شاء الله هذ المعلومة استفدتوا منها ومتتخليوها شعندكم ولا غار يحسبكم ربي بارتاجيوها لخاوتكم اللي ما يعرفوش سيختو سيختو الناس يعني اللي اللي غالب عليهم كايني ما يعرفوش هذ المعلومات كاملين بارتاجيوها معهم وعندكم أجر عند ربي ديروا جامل فيديو كدعم للقناة والخدكم وإن شاء الله هنجيبلكم معلومات أخرى ونفيدكم بها كما هذ المعلومة نقول لكم بقاوة على خير وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة